في ناس ممكن تسامح وتعدي وفي ناس بتسامح مرة واثنين وثلاثة ولما بتمشي ما بترجعش تعالي أقول لكم إيه الأبراج اللي بعد ما بتمشي مستحيل ترجع خلاص لما بتاخد القرار وبتنهي أي علاقة وبتمشي مش بس علاقة حتى لو شغل حتى لو صداقة بتنهي أي حاجة وبتاخد القرار وبتمشي ما بترجعش هتين أول برج برج السرطان لأن برج السرطان من الأبراج اللي بتضحي مرة واثنين وثلاثة وعشرة بتفضل تيجي على نفسها تستحمل وتيجي على نفسها تستحمل وتيجي على نفسها عشان تحافظ وعشان بقية على اللي قدامها تستحمل كل حاجة ممكن تحصل في العلاقة الضيئة تستحمل إن الغلط بيتكرر مرة واثنين بس لما بياخد القرار سواء بنت أو ولد لما بياخد القرار وبيقرر يمشي مش هيرجع تاني لو إيه اللي حصل خلاص اللي بعد كده واللي زيه برج الدلو برج الدلو بالرغم من إن هو برج المفروض عقلاني ورازين بس هو في الحقيقة هو بيحب يكبر دماغه جدا من المشاكل ومن الحوارات ما بيحبش الحاجات تقعد تتراكم فوق بعض فممكن أنت تعمل حاجة تدايقه يتدايق منها شوية وبعد كده يبدأ يكبر دماغه ويعديها تعمل حاجة تانية تدايقه يتدايق شوية ويكبر دماغه ويعديها بس مرة في اتنين في الثالثة خلاص هو إيه اللي هيخليه يعديه هو إيه اللي هيخليه يدايق وبعد كده يعديها طب ما يعديك إنت أسهل وده باختصار اللي بيعمله برج الدلو لما الغلط بيتقرر لما بيحس إن خلاص بقى ما فيش فايدة خلاص هو بيمشي ما بيرجعش بس بعد ما بيكون عدى مرة واثنين وثلاثة اللي بقى ممكن يمشي وما يرجعش وفي نفس الوقت هو ما بيعديش برج الميزان يعني فيه ناس ممكن حد يعمل غلطة فيعديها ويستحمل حد يعمل غلطة فيعديها ويستحمل الميزان بقى المنهجه شوية مختلف الميزان بيعمل إيه؟ الميزان بيلفت نظرك مرة من غير ما يقولك من غير ما يعبك بيلفت نظرك على الحاجة اللي انت عملتها ودايقته مرة التانية هتلاقيه أفش أفشة صغيرة يعني اللي هو تدايق واستناك تحس وبتاع وتصلحه وخلاص وممكن يعديها التالت عنده شكرا بقى انت خلاص انت لو كنت محطوط في مكانة معينة في حتة معينة فانت نزلت منها بقيت في الحديد خالص حتى لو هو حاول يسمحك ويعديلك ويرجعك تاني لمكانه لمكانك سوري مش هيعرف خلاص انت بالنسباله انتهيت طيب مين برضو تاني الأبراج اللي لو مشيت ما بترجعش العقرب برج العقرب لو مشي هو مش هيمشي هو هيمشيك من على وجه الأرض قبل ما يمشي أساسا لأن انت وصلته لمرحلة ان هو يمشي فانت أكيد عملت حاجات كتير قوي وحشة لو هو اللي هيمشي مش انت اللي هتمشي يعني لو مش انت اللي خدت القرار ان انت مش قادر تكمل وهتمشي لأ هو اللي هيمشي طالما هو اللي هيمشي من العلاقة يبقى هو جاب أخره معك وطالما هو جاب أخره معاك وقرر ان هو يمشي يبقى لازم يدوقك من اللي هو دائه فهيفضل موجود شوية يحاول يحستك نفس الاحساس اللي هو حسه بالضبط يخليك تدوق الوجع تدوق الزعل والأهرى اللي انت دوقتها له يضيقك لو كنت بتخليه غير هيخليك تغير هيخليك بالضبط الدوق كل الحاجات اللي هو دائها قبل ما يمشي مين تاني لو مشي ما بيرجعش برج التور برج التور بالرغم من ان هو من الأبراج صعب قوي تاخد قرار انها تمشي لانها من الأبراج اللي متحبش تخرج من الكمفورت زون بتاعتها لما بيحب بيبقى بيحب قوي لما بيكون في علاقة ما بيبقاش عايز ينهيها لانه مش قادر يتخيل انه ممكن يدخل في علاقة تانية حتى لو هو مش مرتاح بيفضل مكمل لانه خلص هو هي دي الحياة اللي انا تعودت عليها واللي انا صعب اطلع منها واروح لغيرها فبيفضل في العلاقة مكمل حتى لو هو تعبان او مش مرتاح فانه هو يوصل لمرحلة انه هو يمشي بتفتكر ممكن يرجع ايه تاني من الأبراج اللي لو مشيت مش هترجح يا دي اكتر الأبراج فيه أبراج تانية ممكن تمشي وما ترجعش بس بفيها نسبة انه لا ممكن ارجع يعني عادي ممكن ارجع لأسباب في دماغي انا بقى زي مثلا الحمل الحمل عادة لما بينهي علاقة خلص بيبقى صعب قوي انه هو يرجع لها تاني او انه هو يبص وراه خلص هو الحمل من الأبراج اللي هي طموحة اللي هي متحبش اساسا تبص وراها على اي حاجة خلص كل حاجة انا تعلمت منها ومكمل ممكن ارجع ابص ورايا في حالة واحدة ان انا يكون لحق ان انا اكون اتظلمت في العلاقة دي والدنيا لفت وفرصتي جات لي ان انا ااخد حقي لا هبص ورايا وهاخد حقي واكا هبص قدامي وكمل تاني عادي جدا ده بالنسبة لبرج الحمل اللي زيه شوية برضو برج الأسد مع ان الأسد بيشوف ان انا اي حد انا خرقت من حياته ما يستهلش ابدا 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 ان انا ارجع حياته تاني بس ممكن يدي اللي قدامه فرصة يعني ممكن لو هو بيحب قوي ودي حاجة يمكن كتير من الناس ما تعرفهاش عن برج الأسد برج الأسد كل الناس فاكرة ان هو ما بيحبش غير نفسه بس الحقيقة ان هو لما بيحب قوي من قلبه هو بيحب الشخص اللي بيحب ما بيحب بجد بيحب الشخص ده اكتر من نفسه لدرجة ان هو ممكن احيانا نيجي على نفسه عشان يفضل مع الشخص اللي بيحبه ممكن يعدي بيستحمل حاجات كان مستحيل يعديها او يستحملها في اي وضع تاني بس يعديهاش ان هو بيحب الشخص ده وعشان هو عايز يكمل مع الشخص ده فلا الأسد بيقدم تنازلات في حالة ان هو بيحبك لو مقدم لكش تنازلات يبقى هون بيحبكش سهلة وبسيطة على فكرة بيضحي وبيستحمل لو هو بيحب بس كده اعتقد دي الأبراج اللي لو مشي القوس القوس كمان صعب قوي ان هو لو مشي يرجع لان هو اساسا ما بيفضلش برج القوس مش من النوع اللي بيبقى سهل ان هو يكمل في علاقة او سهل ان هو هو ما بيحبش يعود يعمل نفس الحاجة كتير فلما بيجي لقي علاقة هو مرتاح فيها والعلاقة دي بكل الأشكال مش مسببا له اي ضغط نفسي او تأييد او كده بيفضل موجود فيه لكن لو قرر يمشي فمعنى كده ان هو ما بقاش مرتاح ان العلاقة دي ما بقيتش موفره له الراحة اللي على اساسها من الاول هو قرر ان هو يكمل في العلاقة دي لأ طب انا علي من ده بايه خلاص مع السلامة انت في طريقك وانا في طريق وخلص الموضوع واروح ادور على حتة تانية اكون مرتاح فيها حتى لو كانت الحتة دي لوحتي بس كده خلص الفيديو واشوفكم في فيديو تاني باي باي اشتركوا في القناة